كيلي بتديتي زي أوصاً كمسممة أزياء أساساً أنا كنت بصمم العبايات الخليجية وبعديها اتجهت أن أصمم التوب السوداني كنت ما يلاله أكثر في التصميم التوب السوداني ولا العبايات الخليجية والله أنا بدأت بالعبايات الخليجية يعني أتميزت فيها كمان في السودان وبعديها لجيت أنه ما في مشكلة أنه يكون عندي دمج بين ثقافتين الخليجية والسوداني التوب السوداني إيه اللي بيميزه؟ والله التوب السوداني هو حضارة لوحده الحشمة تحسيه هو أكثر حاجة الحشمة يعني الأنيق ودلوقتي الحمد لله بقينا بنعمل فيه لمسات وصل العالمية الحمد لله التوب السوداني يعني ما بقاش ما بقى للسودانيين بس في معظم الدول الأفريقية بقى تلبس توبنا السوداني عندك المغرب الشاد الموريتانيا الصومال كلهم فعليا بقوا بيلبسوا ديزايناتنا نحن في السوداني طيب إيه المختلف في التنظيم في مصر عن أي بلد تانية من اللي نتنفس فيها الإفند والله في مصر ما شاء الله جميل بكم مشاركاتكم معنا الجمهور المصري ما شاء الله بيحب التجديد ويحب الحاجات الحلوة والسوداني بعد الظروف بتاعت البلد وكذا اتجهوا فعليا هنا بكميات كبيرة لمصر لمصر فلازم كان يكون عندنا يعني حاجة تحيطيهم شوية الروح لأن هما يعني حاسين بمأساعة الحرب يعني ما يكوني في مصر؟ أنا لا بجي كتير مصر لكن نسا جيت للحرب يعني في مصر جيت كتير يعني عندي شوقك هنا بجي كل إجازة عرفت المصريين بيحبوا سينور الحاجة الوحيلة اللي أحبيتها استهدفتها للمصريين في العطور السودانية أوليلي إيه اللي بيميز العطور السوداني؟ على أي عطور تاني؟ لا جميل لأنه عطور سابت وجميل جميل جميل وبيلفتك من 20 متر أنت بيسمي الشتة السودانية هل في عطور سودانية بتليف الشتة أكتر وفي عطور بتليف الصيف أكتر؟ نعم طب وليلي مثلا إيه العطور اللي ممكن تليف الشتة أكتر؟ العطور اللي في الشتة العطور التجيلة التجيلة أنت ما بتدعب منها ما بتحس بيزهج ولا كده والعطور الخفيفة في الصيف طب العطور بتاع الشتة إزاي إزاي ستة المصرية تختار العطور السوداني؟ بمانها مش بتبقى عارفة في شوية لا، المصرية تختلف نهاية توتالي من السودان لكن حبت الدلكة السودانية وحبت خففنا العطور السوداني للستة المصرية أنا عملت مهرجان يعني الحاجة اللي تبسطتني واتبسطت منها جون من الإسكندرية مصريين قالوا لي نحن بمحبك ومتابعيني وجون من أسوان حبوا وشالوا وجابوا أخواتهم طب قولي لي أنت أول ابتديتي أصلا لي في العطور السوداني أنت بتقول لي بقى لك 30 سنة إيه السبب؟ أنا 30 سنة هواية حب لما اشتغلتها ما اشتغلتها عاوزة مال حاجة حبيتها تونسني تجيب ليه الناس تجيب ليه الضيوف وكده لكن أسعى الحرب بقت يعني بقتم الضغط دخل إلينا في الحرب مهما نحن الحمد لله الحمد لله الحمد لله ناس مفسوطين ونحمد الله ونكم العبيدة الشاكرين ونحب نساعد الناس في العطور دي وبندعمهم وبنشجع الناس الناس يشتغل على الشغل السوداني لأنه حلو وجميل وبتميز أي ست سودانية وبقى تاني يميز أي ست مصرية لأنه هون أسا نحن عملنا الدلكة المصرية بقى تقول الحمامات المغربية تطلب الدلكة السودانية وعليها غابلية مليونين في المئة دي حاجة جميلة والسودان ومصر حاجة واحدة أمرتك اللي جميلة والله أنا تراك الله يخليك مصممة الأذياء مورا البغدادي أهلا بك حبيبتي أهلا بك أهلا بك وبالبوابة نسا أهلا بك قولنا الأول أنت بقى لك حبة مختفية عننا ليه؟ والله أمل بالعكس أنا متواجدة بس لما بتيجي حاجة يعني على القدر اللائخ والحاجة الجميلة أكيد نشارك فيها يعني بزيك وقد بأسمه مصر تتكلميني النهاردة عن الإيبنت الحقيقة إن السيدة زينة بن نور عاملة حدث اسم نيس إليجنت السوداني هو مخصص أكتر للمجتمع السوداني والحقيقة إن هي قالت إن هي عايزة مشاركة مصرية فاخترتني الحمد لله من ضمن الديزاينر المصريين وعملت تصميم يعني أعشى من ربنا إنه يبقى مميز ومعمول بشكل كده معين ومطعم بمجموعة من الدهب اللي مصنوع برضو بأيدي مصرية وإن شاء الله ينال على إعجابكو هو تصميم فرعوني إن شاء الله اللي بيميز بقى القطعة وإيه تفاصيلها كاملة غيمة إن هي موصعة بالدهب أولا هي قطعة سوداء اللون رسمتها كلها بالرسم الفرعوني كله مرسوم بالرسم اليدوي عملت بيه كل الألوان بتاعة الفرعنة ومع كل قطعة حطينا قطعة من المجوهرات مناسبة بالشكل والألوان تدعموا كمان فكرة إن خلاص كل حاجة بأيدي مصرية؟ لازم لازم كلنا ندعم نفس الفكرة عشان مجتمعنا يقوم والدنيا تبقى ألطف وأجمل وإن شاء الله هنبقى أحسن ناس في الدنيا إحنا أصلا أحسن ناس في الدهب أحكيلي عن شغلك وعن أنت مصممة أزياء طبعا معروفة يعني أحكيلي شغلك بيتماس بيه؟ لا شوفي أنا عندي خط في شخصيتي يعني 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 بعض الصديقات الصحفيات في الإمارات منهم عبير يونس تقول لي منا نحن بكون مناسبة أو شي نعرف نقول هذا شغل منا إذن في شغلها خلاص صار يعرفون خطي بحب الزخرفات الناعمة وبحب الزخرفات اللي هي تميل للروماني كذا يعني بحب أمكز دائما طيب قولي لي النهاردة اللي بستهايك من تصميمك؟ عماتي إيه طبعا أنا عباياتي كلها أنا تصميمي طيب وهتقدم لنا أي النهاردة؟ إحنا قالوا لنا كل مصمم يلي قدم عباية واحدة فأنا سويت يعني مثل ست هادي واللي راح تتقدم كلها بالشورافسكي تحتيها بستان كله مشغول باليد ولكن العباية اللي نتعرفين نحن عندنا في الخليج نلبس الفستان تحت لازم فوق عبايات العبايات السهرة لازم تكون مشغولة لازم مقرزة يعني فيها شي يكون يعني نركز على فخامتها أكبر حتى من الفستان فأنا نصميم الفستان كلها بالشورافسكي نحن في الإمارات أو دول الخليج عامة عندنا بس يعني تو سيزون اللي هو الصيف الربيع الشتاء ما عندنا وايد شتاء ممكن اتمنطر بس مش بالشتاء بالشتاء فلذلك نحن أكثر كل الكشنات تبعتنا بتكون ما بين الربيعية والصيفية والألوان دائما أنا طبيعتي أحب ألوان الباستيل ما أحب الألوان الغامقة ما أحب اللون الأسود في الصميم الأزياء مالتي لذلك دائما أركز على التفاصيل أحب كثير التفاصيل أما بتشاركي في مصر في إيفنت إيه اللي بيميز المشاركتك في مصر عن أي بلد تاني؟ لا أشوف هي كل دولة أو كل مشاركة يعني أنا اللي ما بكون بأسبوع الموضة في باريس غير لما بكون في مالكا في أسبانيا غير لما بروح للهند لازم توصلي يعني المصمم يجب أن يكون نفس ستايلة لكن يعرف يوصل للجمهور اللي جايلا بأنك يعني مثلا ما رحت سويت في الصين هم يحبون اللون الأحمر فأنا كنت أركز على اللون وفعلا يعني كسبت كثير محبتهم في مصر كثير الناس أنيقة وبيحبوا اللبس وبعدين ما تنسين من 7000 سنة قبل ما يكون في كل العالم ما في حضارات مصر الفراعنة كانوا مهتمين بالمكياج وبالموضة بصناعة وتصميم المجوهرات البليسيل اللي نحنا الحين بنسويه بمكينة أنا للحين مش عارفة كيف كانوا يسوينا الفراعنة لو تشوفين في الجداريات فعندتش الفراعنة بالأسف مش عاقين كثير للموضة الفراعونية حقها ولذلك أنا لما سويت في الأقصر سويت باسم نيفرتيتي لأن هي نيفرتيتي ملك الجمال وما زالت ولا يوجد أحد إلى الآن فمصر الحضارة في الأزياء حلو الإنسان أن يحييها مصر ذوقين أحلم بيك من وراء مصر الله يخليك مصر من وراء بيكم وبينه إسلامي وليلي أنت أول مرة تشاركي في إفنت مصفي؟ أيوة على مستوى جمهورية مصر العربية لأول مرة طب ليش معنا الإفنت دانا بالذات اللي كارتينك تشاركي فيه؟ سلسلة إفنتات Miss Elegant أصلا هي بادية من السودان وبالنسبة لنا نحن كالدزاينر قاعد نلقى فيها نفسنا يعني لأن سلسلة إفنتات ممتازة تتميز بالتنظيم بتظهر لنا قطعنا زي ما نحن دائرين بتبرزة لنا بصورة ترجمة نانسي قد حزيزة أي شهود اشتركوا في القناة